لبست الشراب بعد الوضوء وكمال الصهارة ثم بعد وقت أو وقتين لبست شراباً آخر إتقاءاً للبرد وأنا محدث فهل يجب أن نسع على الشراب الآخر؟ أنا أعلم أنه لبس الشراب على طهارة ثم بعد وقتان لبس عليه شراباً آخر للجسد نزيد الجسد وبدأ حجر لبس على طهارة وليس على الشراب الآن لبس على طهارة أما لو لبسه على طهارة يعني توضأ ومسح على الخف الأول ثم لبس الخف الثاني على الطهارة يجب أن نسع عليه لأنه لبسه على طهارة أما إذا كان لبسه بعدما أحدث فإن يكون لبسه على طهارة هذا ينسع ثاني مرة يسمح ذلك الله خير هذا يسعى يقول أنه لبس الخف على طهارة كاملة ومضع لوقتنا وقتاً نمسح عليه ثم بعد ذلك لبس خفاً ثاني على الخف الأول من أجل الدفع إذا أجل الخف الأول ما يكون يدف فيه بسبب البرد فلبس خف الثاني وهو على حدث بعد أحدث يمكن أن نبس خف الثاني فلا يجزي هذا لأنه لبسه على طهارة لكن لو أنه لبسه بعدما توضأ ومسح على الخف الأول فلبس الثاني على طهارة أجزاء حسنا تجريد أن أتعرف هذه السرعة تجريد أنتظر